أحسن الله عليكم عن المرسلة تقول أختكم في الله صاد باحاء من الجمهورية العربية السورية لها عدد من الأسئلة تقول في أولها أنا فتاة كل همي أن أعبد الله وإنني والحمد لله أحافظ على صلاتي في أوقاتها ولكني حائرة في صلاتي فهل يجوز لي التفكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدن الصلاة إنني أقرأ كثيرا عن حياتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن غزواتي وأتأثر في كل ما أقرأه عن رسول الله وعندما أصلي أتفكر في هجرته وفي غزواته وفي الآيات التي نزلت عليه وكثيرا ما أتفكر في الأنبياء وكأنني أراهم وكثيرا ما أتفكر في آيات الله وذلك عند الركوع والسجود والقيام فهل تكون صلاتي صحيحة؟ وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ هذا غلط ولا يجب التفكر بالمخلوق لا برسول الله ولا بغيره بالصلاة وإنما يجب التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى استحضار عظمته والخشوع بين يديه ولا يجب التفكر بمخلوق بل يكون التفكر في عظمة الخالق ووقوف بين يديه وتدبر كلامه سبحانه وتعالى لأنها تعبد الله عز وجل أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما أحضر سيرته ونطلع على سنته للاكتداء به صلى الله عليه وسلم في وصول إلى الله عز وجل أو قدوة عليه الصلاة والسلام ما أنه يفكر فيه في العبادة وتجعل العبادة تفكرا في الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يشره إلى الشرك الله عز وجل نعم